ينضم إلينا من كييف مراسلنا محمد الزاوي ومن موسكو مراسلنا سعد خلق أبدأ معك محمد ضعنا في آخر التطورات الميدانية والقصف الروسي على عموم أوكرانيا نعم ماجد عاد الهدوء الحاذر هنا إلى العاصمة كييف وعدد من المناطق الأوكرانية بعد ساعات عصيبة عاشتها أوكرانيا جراء الاستهداف الروسي على نطاق واسع أكثر من 69 صاروخا أطلقتها القوات الروسية انطلاقا من الأراضي الروسية من بحر قزوين وكذلك من منطقة البحر الأسود وفق ما قالت القوات الجوية الأوكرانية تم إسقاط نحو 54 صاروخا وفق ما قالت قيادة القوات الجوية كما أكدت إسقاط أكثر من عشر طائرات مسيرة إيرانية الصنع من نوع الشهيد والتي أطلقتها القوات الروسية منذ الليلة الماضية أغلب الصواريخ التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها تم إسقاطها أيضا تم إسقاط أكثر من 21 صاروخا في منطقة أوديسا جنوب البلاد أيضا تم إسقاط أربعة صواريخ من أصل ستة صواريخ أطلقتها القوات الروسية على منشآت للكهرباء وكذلك الطاقة في منطقة الفيف في غربي البلاد لحد الساعة حصيلت الأضرار المادية وفق ما ذكر وزير الطاقة الأوكراني مست منشآت للطاقة والكهرباء في المنطقة الغربية وكذلك في العاصمة كييف وفي المنطقة الجنوبية في مدينة أوديسا طبعا أيضا القوات الروسية استهدفت من خلال أو باستخدام منظومة صواريخ أس 300 منطقة خاركيف بالأساس كان الاستهداف لمنشآت للطاقة والكهرباء الأضرار لحد الساعة تبقى كبيرة وفق ما ذكرت أيضا شركة الطاقة الأوكرانية نحو 40% من سكان العاصمة الأوكرانية كييف الآن بدون كهرباء أيضا هناك انقطاع للكهرباء على نطاق واسع في أحياء متعددة في منطقة الفيف في غرب أوكرانيا وكذلك في خاركيف وأوديسا وعدد آخر من المناطق الأوكرانية رغم الهدوء الحاذر التي تعيشه أوكرانيا في هذه اللحظات إلى أن التحذيرات تبقى قائمة من إمكانية عودة الاستهداف مجددا من خلال موجة أخرى من الغارات الروسية على مختلف مناطق البلاد نعم أتقل لك سعد وزير الخارجية الروسي يقول بأن موسكو ترفض صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني بولدامير زيلانسكي متهما أيضا الولايات المتحدة بمنع كييف من التفاوض مع موسكو وضعنا في تفاصيل هذه التصريحات بالفعل ماجد يعني يمكنني أن أبدأ بآخر منتهى إلي زميل محمد ومن هذا القصف المكثف اليوم على مختلف المناطق والمقاطعات الأوكرانية من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها والذي يبدو كأنه ترجم فعليا على أرض الواقع لما قاله الوزير وزير الخارجية سرقيل أوروف في مقابلته الهام التي جرت أمس مساء أمس مع القناة التلفزيونية الأولى هنا في روسيا والتي أجمل فيها العام وأعطى توقعاته للعام القادم وتحديدا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بقدر ما بدى الوزير واثقا من أن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا على الشروط الروسية وهذا انطلاقا من كل تصريحاتي التي أكد فيها بأن الموقف الروسي بات واضحا تماما الآن والشروط الروسية باتت واضحة تماما الآن لابد أن يكون هناك إقراء من إقرار بالأمر الواقع ومن أن المناطق الأوكرانية الأربع التي انضمت إلى روسيا باتت أراضي روسية ولا خلافة ولا جدال حولها من كل الأطراف حين فقط يمكن الحديث عن أي صيغة للسلام مع الجانب الأوكراني وأنه لا وجود لما يصفه الرئيس أو وصفه الرئيس زلينسكي وفريق الرئيس زلينسكي بخطة السلام عندما كان في واشنطن في 21 من ديسمبر الجاري فيما يتعلق بإشارة الوزير الأوروف بأن الولايات المتحدة هي من تمنع أو منعت الرئيس زلينسكي من التفاوض مع روسيا وعاد هنا بالتاريخ قليلا إلى الوراء وعاد إلى جولة إسطنبول التي عقدت في 29 من شهر مارس الماضي والتي توصل فيها الجانبان أو فريقاء التفاوض الروسي والأوكراني إلى تفاهمات بدت يبدو مقبولة للجانب الروسي وكذلك للجانب الأوكراني الذي أقر بها وقبل بها لكن بعدما خرج الجانب الأوكراني من هذه الجولة أو من هذا التفاوض حسب ما قال الوزير الروسي تلقى إشارات من جانب الولايات المتحدة أنه من المبكر الآن الوصول إلى سلام مع روسيا نحن لم نستنزف روسيا بعد لم نستنزف موسكو بعدها كذا قال التصور الروسي الآن وفقا أيضا لنظرة الوزير الروسي كما قلت بدأ واثقا من تحقيق الأعداء في أوكرانيا بدأ أيضا تصادميا بشكل أكبر مع الجانب الغربي وتحديدا مع الولايات المتحدة هناك شكوك كبيرة للغاية وإنعدام يبدو أو فجوة كبيرة للثقة بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي فيما تعلق بالملف الأوكراني بل وليس الملف الأوكراني بل أنه لك يبدو غياب للثقة في الكثير من الملفات التي بها تواصل بين الجانبين ونزل التواصل موجودا لكن مسألة الثقة يبدو أنها تتقلص شيئا فشيئا وحتى في توقعات العام القادم يبدو أنه قال أنه لا حيادة عن إنجاز أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وهذا ما كرره النطق باسم الكريم وقاله لفروف ورأينا ترجمته اليوم أو بدأنا نراها على أرض الواقع من جديد في قصف صاروخ مكثف بعدما كانت تقارير غربية تحديدا بريطانية تقول بأن الصواريخ باتت تنفذ عند روسيا اليوم أكثر من 120 صاروخ هذا حسب التقارير العسكرية الأوكرانية وحسب بعض المصادر غير رسمية هنا لم يصدر بعد التقارير الرسمي الروسي لوزارة الدفاع فيما يتعلق بعمليات القتال اليوم شكرا لك مراسلنا سعد خلاف من موسكو والشكر أيضا موصول لك محمد الزاوي مراسلنا من كييف